تحقيقات وملاحقات مكثفة أجرتها الأجهزة الأمنية أسفرت عن اعتقال منفذي جرائم القتلى التي طالت منتسبين في وزارة الداخلية والدفاع بإطلاقات نارية اعتقال هذه المجموعة من المتهمين قاد في نهاية المطاف للوصول إلى مرتكب جريبة قتل الجندي في ناحية الدغارة شرق الديوانية وتبين أنها لأسباب جنائية بعد نشر تقريب قناة الحرة حول الحالات التي حصت في المحافظة تم تشكيل فريق عمل عالي المستوى بأمرض قاد الشرطة واشتركت به دوار الاستقباراتية لريت الاستقبارات الرهاب الديوانية جهاز الأمن الوطني في الديوانية وقسم مكافحة الإجرام بالديوانية بعد تحقيقات مطولة ودقيقة تمكننا من وصولها خيوط الجريمة هذا المتهم هو المنفذ لجريمة قتل الجندي يروي للحرة الطريقة التي قام بها بإطلاق النار على الضحية ليلا باستخدام سلاح المسدس لأسباب قال أنها تتعلق بمشاكل اجتماعية عنده مسدس ضربت سيد بن مسدس فوقحه وضربت آني ومن ضربت رجعت ببداية سيدتي طلقتين وبعدين سيدتي وقفت مسافة عنها ضربت ثلاثة وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض أيضا على منفذي جريمة قتل الشرط الآخر قبل أيام وهم الآن قيد التحقيق لوجود أطراف أخرى في القضية وأن الملف ما زال بيد السلطة القضائية قائد الشرطة طالب خطباء المساجد والإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي للجرائم الاجتماعية التي تفاقمت مؤخرا والعمل على تفقيف المجتمع بخطورتها أغلب المشاكل يصير مشاكل لحظوية أما خلافات عائلية وعشارية ينتج عن هذه الجرائم ما يكون إلا تخطيط مسبق إلا في بعض الحالات التي تستخدم فيها حالات الشرف ندعو منظمات المجتمع المدني أخوتنا في منابر الإعلام وكذلك بالنسبة للرجال الدين والوعظ الديني للحد من هذه الظواهر وأنه المجرم أكو طرق قانونية أو إجراءات قضائية يتم اتخاذها البيانات الرسمية للأجهزة الأمنية تؤكد أن غالبية الجرائم ناتج عن خلافات اجتماعية وعائلية وهذا بحاجة إلى دراسة علمية معمقة من مختصين لمعرفة الأسباب والدوافع وإيجاد الحلول المناسبة لها من الديوانية ميثم الشباني الحرة